الأمن الدولي وافق من يومين على مشروع قرار قدمته دولة ملطا يدعو إلى هدن إنسانية في غزة وده بعد مرور حوالي 40 يوم من اندلاع الحرب بالقطاع مش بس كده المجلس وافق أيضا على مشروع متعلق بالهدن الإنسانية في غزة بأغلبية 12 صوت امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا عن التصويت مشروع القرار المعتمد من مجلس الأمن بيدعو كل الأطراف للامتناع عن حرمان المدنيين بغزة من الخدمات الإنسانية والمساعدات بالإضافة إلى إقرار هدن إنسانية عاجلة ومتدة وإنشاء ممرات أمنة في كل أنحاء القطاع خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن القرار من دكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق الأسبق اللي منوارنا في استوديو صباح الخير صباح الخير على حضرتك يا دكتور أهلا وسهلا أهلا وسهلا صباح الخير عليكم جميعا يعني يوم جيد وأعتقد أن الخطوة بتاعة مجلس الأمن دي خطوة إيجابية إلى حد ما بس في دول امتنعت عن التصويت امتنعت عن التصويت دي يعني فيتو ولا امتنعت عن التصويت يعني يعني معرفش الموقف ده يعني شوفي حيديك طبعا المجلس الأمن بيعتبر اللي هو 15 عضو خمسة منهم أعضاء دائمين وهم الذين لهم الحق في الفيتو وحق الاعتراض لكن التصويت هيبتلت أنواع يا إما رفض يا إما يعني موافقة يا إما اعتراض أو عدم تصويت عدم التصويت زي بحيديك تفضلت ليس معناه اعتراض ليس معناه فيتو لأن لو فيه فيتو خلاص اتقرار ولا حد يجيب سرطه بعد كده لكن النهاردة أما يكون فيه امتنع عن التصويت فإنها مسألة سلبية وهي تقف بين الإيجابية وبين الاعتراض في هذا الشعر فأنا أتصور أن دي خطوة قوية وسببها الأساسي هو الضغط الدولي الضغط الدولي في الشوارع يعني خلينا مش حكومات لكن احنا عندنا الحكومات من ناحية والشعوب من ناحية أخرى وحتى لو لم تنفذ ولكن تمثل ضغوط على حكومتها فكان لابد أن يكون هناك توازن بين الاثنين وأعتقد أن حكاية التوازن دي جاءت في عدم الاعتراض في هذا الموضوع وخاصة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد صوتت على أن هناك مخالفات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في هذه الحالة ولكن زي ما احنا عارفين وأستاذة طبعا المشاهدين المحترمين أن الجمعية العامة ليست ملزمة ولكن هي تصويت للأراء لكن أما نلاقي ومصر هي التي جاءت للأمم المتحدة أما نلاقي أن 14 دولة من 195 دولة قد صوتت لوقف الحرب وهدنة وغيرها فإنها تكون محلها تبار برد فهذه الجزئية قانونيا دكتور نبيل يعني الجمعية العامة أو القرارة للصدر هو قرار غير ملزم لكن من المفترض أن قرارات مجلس الأمن هي قرارات ملزمة بعد صدور هذا القرار مباشرة إسرائيل رفضت هذا القرار رفضت بشكل مباشر على لسان مندوبها الدائم في مجلس الأمن تنفيذ هذه الهدن الإنسانية وحتى القرار فيه جانب خاص بإطلاق الصراح الرهائن وقال الجانب الإسرائيلي أنه لا يمكن تنفيذ هذا القرار إلا بعد إطلاق صراح الرهائن دون قيد أو شرط كيف تفسر السلوك الإسرائيلي وقانونيا إلزامية هذا القرار اللي صدر المجلس الأمن طبعا زي ما حدك عارف أن أمريكا مساندة لإسرائيل في هذا الموقف لكن هي برضو قدام العالم المجتمع الدولي أعتقد أن هي نفذت رأيها لكن بدون اعتراض يعني في هذه الحالة برضو من اللي هينفذ يعني هناك قرار ضد إسرائيل بأنها تنفذ قواعد القانون الدول ما نفذتش يبقى الدول لابد أن هي تأخذ إجراءات جماعية في هذا الشأن لكن برضو مع الوقت برضو اللي احنا شايفينه إن إسرائيل ما تقدرش تقعد مدة طويلة في حروب ولا أمريكا صحيح يعني النهاردة أيوة يعني أمريكا قبل كده ولم تنجح كثيرا يعني هي كانت في فيتنام وفشلت صحيح كانت في أفغانستان وفشلت صومال وفشلت العراق العراق ده بالعكس بدأت في العراق تكتشف أن هي لابد أن هي تاخد سياسة أخرى السياسة الأخرى هي اللي هي طبعا كانت كونداليسة رايس بتتكلم الفوضى الخلاقة وكلام ده كله لكن دخلوا على حاجة تانية وهي الحرب بالوكالة أن الدولة نفسها فيما بينها نص مثلا أو جزء تؤمن بأن يعني الحروب لابد أن هي تستمر أو تحارب أو تؤمن بمبادئ اللي عايزة تفرضها الولايات المتحدة وبعد كده هو تدخل مع بعضها فالولايات المتحدة ورجالها وشعبات وجيشها وكلام ده كله وبمنأة عن المواجهات ولكن هناك من يقدر بقى الاختلاف كله وده اللي نجحوا لحد ما في في العراق وفي سوريا وفي لبنان لكن مصر عنيدة مصر قوية في هذه الحالة يعني أما جوم الإخوان مهار الإخوان برضو حرب بالوكالة مصر آمد وساندها القوات المسلحة طبعا في هذه الحالة أعتقد ومصر صعبة لم تقسم من سبع تلاف سنة مهيش بالصدفة يعني النازل كلها سواء كان في أفريقيا سواء كان في المنطقة العربية أو خلافه يعني في محاولات للقسام لكن أعتقد أن إحنا في هذه الحالة وأما سيادة الرئيس وقف قدام سينة والخط بين مصر وبين إسرائيل وكانت إسرائيل لسا قوية في الفترة البدائية لها أعتقد أن هو آلا هنفذ القانون الدولي ما فيش إن هي تحجير قصري ما فيش حروب للأطفال لابد من تطبيق القانون الدولي الإنساني ما هو القانون الدولي الإنساني هو أساسا أربع اتفاقيات الأولى هي اتفاقية جينيف أربع اتفاقات أربع اتفاقات جينيف ساعة 1949 صدرت بعد الأمم المتحدة ما جات لأن الأمم المتحدة أساسا جات بعد الحرب العالمية التانية جات بعد الحرب العالمية التانية فبدأ فيها بعض اتجاهات للسلام وتحقيق السلم نمر واحد إن إحنا ننفذ الاتفاقية الرابعة وهي اتفاقية حماية المدنيين تحت الاحتلال لأن هم ضعاف وفهم الاحتلال وفرضتها الأمم المتحدة واتفاقيات جينيف سيادة الرئيسة مويف قال لأ محدش هيدخل سينة وإحنا هنقف بقواتنا لأنها مش بس تدمر القضية الفلسطينية ولكنها تخالف قواعد القانون الدولي مصر معلش مصر قامت برضو بدعوة مؤتمر اللي هو مؤتمر القاهرة قاهرة للسلام وجه بعد ما كان طلع قرار من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن برفض أي حاجة تتعلق بغزة لكن العالم كله جه في مصر نهوت واستمع وتجاوب على الأقل إعلام ووعي للمجتمع الدولي ولحقه الجماعية العامة الأمم المتحدة احنا تابعنا مع بعض الجلسات وشفنا روسيا وشفنا الولايات المتحدة وشفنا بريطانيا وهم بيمتنوا على التصويت اللي حضرتك وضحت أنه هو هذا ليس فيتو بس احنا عايزين نعرف ايه اللي ممكن يكون يخليهم بيمتنوا عن التصويت ليه مقالوش او مقالوش لا هذه لابد نعرف أن الأهم المتحدة هي منظمة سياسية قانونية السياسة بتصدر تصدر قرارات مصلحتهم في ذلك الوقت في ذلك الموقع فهي لم تصوت أو هي لم تعترض أو خلافه لأنها وجدت أن مصالحها لا تقتضي ده دلوقتي علاوة على أن الاتجاه يعني مثلا القرار اللي تطلع انباره ده هو اتجاه جديد فيه أن هو يطلع قرار من مجلس الأمن وبرضه انا عايز اختلاف النغمة الدولية يعني كان الاتجاه قبل كده أنه لا يوجد أبدا وقف اطلاق النار لكن دلوقتي بقى فيه كلام مدام إسرائيل متعنتة ورفضة وقف اطلاق النار طب خلينا نتكلم في هدنة إنسانية صح والله على أي لا يعني فعلا يعني أنا أنا سعيد بين الوعي والبركة في الإعلام المصري طبعا الوعي الناس في الشارع يعني بدأت تتحدث عن مجلس الأمن تتحدث عن وقف اطلاق النار تتحدث على التهجير القصري تتحدث على ما يحدث في إسرائيل في فلسطين حتى وانا دايما بقول مش غزة انا بقول دايما فلسطين عشان هي القضية الفلسطينية يعني بعين أستاذ القانون الدولي وحضرتك ليس خفين على أحد يعني كل متابع لأحداث الحرب وأهوال الحرب في كل يوم في كل لحظة بترتكب جرائم حرب يعني ضد المدنيين في غزة وهذه جرائم لا تسقط بالتقادل يعني تاريخيا يمكن في يوم من الأيام أن يقف القادة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحكمة الاتجاه السائد الآن أنه رفع دعاوة احنا شفنا رئيس جنوب أفريقيا سيد سرينلا رامفوزا تحدث أنه هيقاضي إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية فرص مقاضات من هو مسؤول عن هذه الجرائم إزاي شوف هيدك طبعا المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة انفصلت عن الأمم المتحدة مستقلة يعني يعني وانا يعني الله يرحمه العالم المصري شريف باسيوني هو اللي عمل في دوليات المتحدة نظام تنفصل عن الأمم المتحدة ما يبقاش فيها تحت الاعتراض والفيتو وخلاف خلافه في هذا الشأن فعمل يعني أو المجتمع الدولي عمل محكمة الجنائية الدولية محكمة الجنائية الدولية من دخل فيه اللائحة فيها أو وافق عليها أو صدق عليها يستطيع أنه هو يرفع دعوة أمام المحكمة الجنائية الدولية نمر اتنين الموقف اللي احنا فيه دلوقتي فلسطين مش دولة ولكن في نفس الوقت قد قامت باتفاق مع المحكمة الجنائية الدولية باتفاق في أن هي الأراضي الفلسطينية فإنها تخضع للمحكمة الجنائية الدولية فكيف تحكم لأن فلسطين ما هيش عضو في المحكمة فإحنا عندنا ثلاث طرق أن نرفع دعوة فيها إما تكون عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولي مش موجودة التانية أن يكون هناك يعني الاتفاقية دي في هذه الحالة تستطيع أن هي تدخل فيها أو نروح للمدعي أو أن تحال للمحكمة الجنائية الدولية القضية من مجلس الأمن مجلس الأمن مش هي مش هيحولها إحنا لسنا عضاء أو فلسطين لسنا عضاء لكن الثالثة ده هي بقول عليها أو الرابعة أن المدعي العام أيوة يتحرك بنفسه بناء على الوثائق أو ما يبعث إلي يتحرك بنفسه لكن هو بيأخذ يعني من جنوب أفريقيا من غيرها أي حاجة أنه هو يتحرك بنفسه لأن هناك مخالفة جزيمة لقواعد القانون الدولي يتحرك لكن برضو فيها اتجاهات يعني أول واحد في المحكمة الجينية الدولية المدعي في المحكمة الجينية الدولية كان أرجنتين بعدها جات مدعية أفريقية كويسي التالت بقى جهه واحد من باكستان كريم خي لكن عنده جنسية بريطانية فيعني منه من بعد كده هو منحض لبريطانيا أكتر فلكن هو بياخد الوقع ويحولها لما يسمى الدائرة الصغيرة من القضاء أمام المحكمة الجينية الدولية الدائرة الصغيرة بتقرر في هذه الحالة لكن هو لسه بيحضر الورق وغالما هيستمر شوية كده لغاية ما يقولوله اشغل الورق فيها في هذه الحالة أعتقل يعني ان ده اللي هيحصل فيها ولكن الضغوط اللي هي موجودة أنا بقول لأول مرة ضغوط شعبية للعالم كله تقريبا بدأت تكتشف لأن فيه الكمبيوتر وفيه النت والأحداث بتوصل للناس في نفس الوقت في هذه الحالة بس دكتور لو كنا عندنا قانون دولي ملزم لما كنا في حاجة للضغوط الشعبية اللي حرارك بتتكلم عنها مشكلة القانون الدولي هل دايما فيه مهؤال الزام ولكن التنفيذ لابد أن يكون مقرون بقوة دولية من الذي يستطيع أن يقنع إسرائيل بتنفيذ كل القرارات وتنفيذ القانون الدولي اللي هي لا تنفذه يعني إحنا شايفين اكتيح بري شايفين معاملة المدنيين بهذا الشكل كل ده ضد كل القوانين الدولية وضد كل الاتفاقات بعد ذلك بعد ذلك برد مخالفة القانون لا تعني عدم وجود قانون يعني النهاردة فيه مثلا فيه قانون بتاعنا السرقة مجرمة فيه ناس بتسر القاتل مجرم بس بتتحبس بتحبس يعني القانون الدولي بيعملها مشروع أو غير مشروع بالنصوص والاتفاقيات الدولية يجرمها اي الاتفاقيات الدولية برضو اي دولة لا تلتزم إلا بما وفقت عليها إسرائيل وفيش لكن أمريكا طبعا هي عاملة هي العالم كله فيها لكن برضو إذا بصينا لإسرائيل حتى وأنا أعتقد الفلسطينيين بيلعبوا على اللعبة ديات أن طول المدة ليست لصالح إسرائيل لأن هي زي ما نعرف هي بتضرب وتجري يعني إحنا في 67 أعتقد أن هم في خلال إحنا قلنا 6 ساعات هم قالوا 6 أيام أيا كانت صغيرة لكن لو طولت لأن كانت مفاجأة كان يبقى فيها كلام ولذلك سبعة وست 3 وست 3 وسب 7 أيام كانت لا 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 اللي إحنا كسبنا فيها 73 آه هي دي كانت مدة طويلة وإحنا مخططين لها ولذلك كسبنا الحرب مع إسرائيل فأمريكا برضو في هذا الشأن ولذلك عملت الحرب بالوكالة اللي جوه إسرائيل يعني زي ما حياتك أو حياتك تفضلت أن الشعب الإسرائيلي ليس ليس انتقل من بلده إلى إسرائيل لكي يحارب هو بيعتقد أن السلم هناك وأن كل حاجة كويسة لكن الخلل اللي موجود داخل المجتمع الإسرائيلي يؤثر على القيادة الإسرائيلية والقرارات الإسرائيلية ولذلك طول المدة ما عرض ليس في صالح إسرائيل طب من دائرة القانون إلى دائرة السياسة السبب الرئيسي أو الجذر الرئيسي لهذا الصراع هو عدم إقامة الدولة الفلسطينية حل الدولتين لأنه الفترة الماضية شفنا في التحرك الدبلوماسي السياسي المصري تأكيد على ذلك بداية من قمة القاهرة للسلام مرورا بالقمة العربية الإسلامية في الرياض طرح أفق سياسي لحل الدولتين إلى أي مدى حضرتك شايفه مناسب في هذه اللحظة وإلى أي مدى هو الذي يمكن أن يقدم طوق النجاة أو الحل لهذا الصراع طبعا هي الحل وأنا أعتقد هيستمر النزاع ده إلى أن تعي إسرائيل أنها ليس لصالحها استمرار هذا النزاع وليس ضامنها لأمنها يعني اللي بيحدث ده مش هيضمن أمن إسرائيل في المستقبل وفي نفس الوقت أن الأصلح لها للاستمرار في هذه المنطقة هي أن هي حل الدولتين لأن حل الدولتين هو الذي يعني بياخد حق ويأخد حقه وتعيش المسألة أنا لديها تحية بس بعد إذا في المؤتمر العربي الإسلامي طلع بقرارات رائعة إدانة للعدوان ضرورة تطبيق القانون الدولي المحكمة الجنائية الدولية وده أنا شايف أن هي خطوة إيجابية للتعبير عن المنطقة اللي فيها إسرائيل في هذا الشهر طبعاً قد تكون من القلب قد تكون سريعة قد تكون إرضاءاً لشعوب أو غيرها لكن على الأقل اطلع قرار فيها ودخلت فيها بقى مش بس الدول العربية ولكن إسلام إيران وتركيا وغيرها من هذه المسائل في هذه الحالة أظن دي كانت خطوة قوية جداً ومصر قادتها ويعني كل دول المنطقة حي مصر فيها في أنها تطبق القانون الدولي وتحترم القانون في هذا الشأن بالاتصالات بالدعوة للمؤتمرات لجميع العامة لغير ذلك مصر وقفة وقفة كويسة هل ده ممكن يؤدي لتنفيذ عقوبات على إسرائيل هي بنسمع كتير إدانات ومنسمع بقرارات كتير ولكن عقوبات حقيقية قد تكون عقوبات اقتصادية قد تكون أياً كان شكلها بس هل فعلاً وارد أنه يتم عقوبات دولية على إسرائيل شوفي هذه طبعاً هي الأهم المتحدة ليس لديها جيش وليس لديها يعني عقوبات فيها لكن المحكمة الجنائية الدولية فيها عقوبات للأشخاص ده غير الدول لكن العقوبات بتاعت الدول دي بتنص عليها مجلس الأمن يعني مقاطعة حصار اقتصادي يعني كثير من الحاجات دي والدولة غالباً بتلتزم بيها لكن الميزة في المحكمة الجنائية الدولية ولو إنها فيها سياسة برضو الميزة فيها إنها تحارب أو تحاكم أشخاص تحاكم أشخاص وبعدين برضو فيها شوية حاجات كتيرة مش هاي تقطين فيها لكن لا يستطيع أحد أن يعتد بالحصانة الجرائم التي يعني يحاكم عليها الشخص لا تسقط بالتقادم يعني كل هذه المسائل أعتقد أن هي برضو محل اعتبار لإسرائيل فيها إسرائيل وتخالف وعايزة تعمل إبادة ده كلام زمان وليس فيها أي شيء طيب حريك بتقول العقوبات لا تسقط بالتقادم العقوبات بتبقى على أشخاص يعني مثلا إذا توفي أحد الأشخاص اللي بيقدمه للمحاكمة لا يتم بقى محاسبة من كانوا شركاء ومثلا في مجزرة أو في الحاجات اللي احنا بنشوفها والاعتداءات على أصفال ونساء ومستشفيات وغيرها شو في أي حاجة أو أي حد خلينا في أي حد يرتكب جرائم المنصوصة عليها في اتفاقية الرابعة اتفاقية جينيفر الرابعة 1449 يعني ديك يبقى محل لإعتبار يعني كان برضو فيه مثال قبل كده كان السودان مذكرة التوقيف لعمر البشير ما أصدرتها محكمة الجنائية الدولية محكمة الجنائية الدولية طلبت التحقيق مع رئيس عمر البشير في ذلك الوقت ومن معه يعني المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الأوراق اللي قدامه من ارتكب مباشرة أو غير مباشر يحاكم سؤال أخير فيما يتعلق بعدم اعتراف إسرائيل طبعا إسرائيل غير منضمة للمحكمة الجنائية الدولية على قياسا على صوابق قانونية لأنه كان فيه خمس ست حروب ضد غزة وحركت دعاوة في المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل كانت دائما ترفض يعني فتح أي لجان تحقيق وتتحدث أنه يمكن حدوث ذلك داخل القضاء الإسرائيلي يعني يحصل محاكمات داخلية وهي لها السلطة الولاية القضائية هل دا بيمنع أو يعرقل أنه بعض القانونيين بيقولوا لو فيه اتخاذ هذه الحيلة داخل إسرائيل أنها تحاكم بشكل صوري بعض القاضة دا بيقطع طريق أمام أي إجراء قانوني من قبل محكمة الجنائية الدولية هل المعلومة قانونية دي صحيحة؟ أنا سعيد بالمعلومات القانونية بتاعتكم والله لكن في نفس الوقت أقول له حياتك إحنا عندنا ما يسمى في القانون الدولي القضاء التكميلي تكميلي آه يعني هي صحيح القضاء التكميلي يعني الأساس هو القضاء الوطني معي حياتك يعني القضاء الوطني بيحاكم ولابد أن يكون محاكمة عادلة ولابد أن تكون محاكمة ليست سورية لابد أن يكون فيها محاكمة ومن يحكم في هذا الموضوع القضاء الوطني وبيبقى معروف لأنه ما فيه مندوبين في المحاكم تشوف مادة جدية إذا كانت غير جدية فالقضاء الدولي بيتدخل في هذا الشأن لتحقيق العدالة في كل حاجة إسرائيل مخالفة كل حاجة معتمدة على الولايات المتحدة نمرة ثلاثة أن الولايات المتحدة لن تدخل حرب حتى هي جايبة شوية أسلحة لكن الولايات المتحدة لن تخشى أن تدخل أي حرب تفشل والوعي الأمريكي ممكن أن يقوم عليها وخصوصا أن بايدن عنده مشاكل جوة أمريكا شكرا جزيلا أستاذ دكتور نبيل حلمي عميد كورية الحقوق الأسبق وأستاذ القانون الدولي نورتنا وشرفتنا وصباح الخير على حضرتك صباح الخير وأنا سعيد أن أكون معكم وفي ما سبيرو كمان بزاي شرح لنا يا فاند شكرا جزيلا أمريكا شكرا جزيلا أمريكا